بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل كنا في الدروس الماضية نقف مع آية عظيمة تضمنت عبرة كبرى وطريقة ربانية في الانتفاع بآيات القرآن كما تضمنت تحذيرا من الانحراف عن تلك الطريقة الربانية في طريقة التعامل مع آيات الكتاب العظيم الذي أنزله الله عز وجل ومنه آيات محكمات وأخر متشابهات فبينت تلك الآية العظيمة الطريقة الصحيحة في التعامل مع نوعي آيات القرآن والتي يجمعها الإيمان والتصديق واليقين بأن ذلك كله من عند ربنا عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم الرحيم جل جلاله ما أنزل ذلك كذلك إلا لحكمة عظيمة الموفق من أدركها وانتفع بها وغير الموفق الضال من لم يدرك تلك الحكمة فكان ما كان سببا لصلاح نفس الإنسان فإنه يكون بالنسبة له سبب ضلال وانحراف وهذا الدرس العظيم الذي وقفنا معه في الدروس الماضية تبعه درس آخر عظيم أيضاً وهو لما كان واقع الآية السابقة لمن قرأها وتدبرها وخاصةً لمن عاشوا ظرف نزولها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ننسى نستحضر ظرف نزول هذه الآية بسببها وهو ذاك الوفد الذي جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نصارى نجران ويتقدمهم أولئك الثلاثة الذين كل منهم ضرابا بنصيب في الوجاهة والمكانة إن كانت هي وجاهة علم حتى بلغت آفاق الأرض وأصبح عالم نصارى نجران يُذكر في الآفاق بين نصارى أهل الأرض بل بين أصحاب السياسة والحكم فإذا بإمبراطور الروم لأجله يبعث بتلك الهدايا والأموال له ولقومه وما ذلك إلا لتلك المكان التي نالها وكذا من نال مكانة في الوجاهة بين قومه ثم نرى أن هؤلاء والذين يشاركون بقية الناس في وجود جارحة العقل والنظر إليهم بأنهم عقلاء وأنه لا ينقصهم قدرة في التفكير ولا ينقصهم قدرة في العمل ولا ينظر إليهم على أنهم قليلي الذكاء وإنما ينظر على أنهم هم الأميز بالنسبة لمن حولهم ومع ذلك يرى الصحابة هؤلاء وهم بهذه الهيئة وبهذه المكانة ويسمعون عن كل تلك الأمور التي تحتف بهؤلاء ثم يرى هؤلاء كيف عندما يمرض القلب عندما يمرض القلب ويفسد طريقة التفكير وإعمال هذه الجارحة المهمة في الإنسان وعندما لا تسير وفق مراد الله عز وجل كيف هذا الإنسان ينقل نفسه من درجة السعادة إلى درجة الشقاء مع أنه ينظر إلى نفسه على أنه عاقل والناس ينظرون إليه ويحدثوه على أنه بلغ في هذا الأمر القمة ولكن ميزان الله عز وجل شيء آخر فهذه العبر العظيمة التي يراها الصحابة رضوان الله عليهم ماثلة أمامهم وأن هؤلاء الذين حملوا شيئا من الكتاب وجاد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدحض جميع الشُّبَه التي كانت في صدورهم وأبطلها ثم عندما رفضوا طلب منهم المباهلة فعقولهم أرشدتهم إلى أن مباهلة نبي معناه نزول عقوبة لا محالة فهابوا أن يباهلوه إذن ماذا بعد ذلك وإنسان يحمل عقلا بهذا المستوى إلا أن يقبل الحق لكنه إذا حُرِم الإنسان التوفيق إذا حُرِم الإنسان التوفيق فما كان منهم إلا أن يُعِرِضوا عن قبول الحق بعد ذلك كله بل ويريدون أن يُقنِعوا أنفُسَهم بمَخْتَارُوا وأنهم يخرُجون من ذلك الأمر ظنًّا بأنهم سيسلمون فإلى أي أمرٍ يلجأون يلجأون إلى المُتشابهات ويُترُكُّون المُحكَمَات في الكتاب الذي نزلَ على مُحَمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلم ويُتُونَ عن المُحكَمَتُونَ ويأخُذُونَ بالمُتشابه فيزيغُون ويرَونَ أنَّهُمْ أخَذُوا من الكتاب فعندما يعيش الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر وهم يعرفون قدر الإيمان لأنهم عاشوا الجاهلية ويخافون على فقد الإيمان لأنهم عاشوا ظُلمة الكفر فلذلك يخافون أن يُسلب منهم هذا الإيمان فبعد أن عاشوا هذا الدرس ورأوا ذلك الموقف بأم أعينهم وينظُرون إلى هؤلاء الناس الذين يُجِلُّهم قومهم ويُقدِّموهم لعقلهم ومكانتهم ثم يزيغون هذا الزير وينحرفون عن الحق هذا الانحراب وينسلُّون من الهُدى بهذه الطريقة في الإنسلاء فهنا يأتي الدرس الثاني الذي ينشأ عن إيمانٍ صادقٍ وعن خوفٍ في أن يُسلب الإنسان نعمة الإيمان العظيمة عن معرفةٍ بقدرها وخوف صادقٍ في أن يُسلب هذه النعمة فلذلك هو يسلُك لهذا الأمر أعظم طريقٍ لتأمين تلك النعمة بأن لا تذهب وأن تبقَى وليس هناك طريقٌ أعظم من أن يُلجَى إلى الله الذي قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يُقلِّبها كيف يشاء الذي هدى ابتداءً ويُثبِّتُ الإيمان وسطًا ويختمُ لهذا المؤمن الصادق به نهايةً ويُكافئُه عليه إذا ما رجع إليه ليس إلا الله فما كان منهم وهم يرون ذاك الحال وما الذي يمنع أن يطرى عليهم ما طرى على هؤلاء وأن يجري عليهم ما يجري على هؤلاء وأن يُخدَعوا من أنفسهم الأمار بالسوء كما خُدِع أولئك أليس الذي منعهم أولئك أن إيمانهم برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سوف يمنعهم تلك العطايا من إمبراطور الروم فهيَّؤوا أنفسهم أن يبقوا على ما هم عليه حتى ولو ظهر لهم الحق فتنة الدنيا وفتنة الجاه والمال والسمعة تلك الأدواء العظيمة ثم تُغلَّف تلك بفتنة الكبر فمنعهم عن قبول الحق فالذين رأوا ذلك كله امتلأت قلوبهم بالوجل والخوف فأرادوا أن يضمنوا لأنفسهم أن يبقوا في حياض الحق وأن لا يُسلَبوا منه وأن يجِدوا الطريق الذي يُعينُهم على الثبات حتى يخرُجوا من الدنيا فإنهم علموا بنُصوص الوحي أن لا ثبات إلا لمن ثبَّته الله لا ثبات ولا عصم إلا لمن ثبَّته الله وعصمه الله فلذلك كان بعد ذاك الدرس العظيم كان الدرس الثاني للأمة وهي تستمع إلى موقف أولئك من الحدث الذي حدث أمامهم فكان منهم ألَّجوا إلى الله والدُّعاء وهذه الوصيَّة العظيمة التي والله ما فاتت من المُسلم إلا وفاته الخير العظيم وأُصيب في مقاتله إذا حُرِمت كلمة يا رب ويا الله أن تدعو وأن ترفع يدي وأن تجأر بالنداء وأن تُعلِن الإفتقار وأن يَظْهَرَ عَلَيْكَ شِدَّةُ الْإِحْتِيَاجِ والحاجة إلى الله وأن تلوذ ببابه جل جلاله وأن تلجأ إليه وأن تتخلى عن كل أحد سواء وأن تقطع الحبال بكل أحد سواء وأن تعلم أنه لا عاصمة إلا الله ولا معطي إلا الله ولا مثبت على الحق إلا الله فهؤلاء وهم ينظرون إلى ذلك كان هذا الموقف منهم والذي كُتِب في هذا الكتاب العظيم فلذلك أول درس نأخذه من هذه الآية قضية الدعاء واللجأ إلى الله ليست قضية الدعاء فقط إذا نزل المصاب بل قضية الدعاء الأعظم في أن تتحصَّل على الهُدى ثم الأعظم إذا آتَك الله الهُدى أن تخاف وتشعُر بأن هناك خُصوم الليل والنهار غايتُهم أن تُفقد ذاك الهُدى فشدة الخوف توجِد في نفسك ذاك الحراك والقلق فإذا بك لا تفتُر من أن تسأل الله أن يُثبِّتك على الهُدى وأن لا يحرِمَك ذاك العطاء فهذه القضية العظيمة الدعاء لتحصيل الهُدى الدعاء للثبات على الهُدى الدعاء للزيادة في الهُدى الدعاء أن لا تُسلَبَ ذاك الهُدى الدعاء أن لا يُدخَل عليك من الظَّلال والشَّر كل هذه مناحي للدعاء ونجد في هذه الآية التي لا تبلُغ سطرًا فيها من الآداب العظيمة جدًّا والحِكَم الجليلة والتي تدخُل تحت ذاك الأمر الذي أشار له بعض العُلماء وهو أنه كلَّما ازداد الإنسان قُربًا ازداد مع الله أدبًا فنُريد أن نقِف مع هذه الآية العظيمة وهي قولُ الله جلَّ جلالُه في هذه السورة بعد ذكر آية المُحكمات رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابِ هَأُولَئِ الَّذِينَ اسْتَشْعَرُوا ذَلِكَ الدَّرْسَ الْعَظِيبُ وَمَا كَانَتِ الدُّرُوسِ إِذَا عُرِضَتْ عَلَى أُولَئِكَ الْقَوْمِ يَنظُرُونَ إِلَيْهَا وَكَأَنَّ الْأَمْرَ لَا يَعْنِيهِمْ بل مُبَاشَرَةً يَنْظُرُونَ لِأَنفُسِهِمْ مَا الَّذِي يَنْبَغِيَ أَنْ يَسْتَفِيدُوا مِنْ ذَلِكَ الدَّرْسِ فَنَرَى مَاذَا أَشَارَ الْعُلَمَاءَ وَهُمْ يَتَدَبَّرُونَ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَيَتَأَمَّلُونَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْعَظِيمَةِ فماذا فيها من الأدب وماذا فيها من الدروس التي أيضاً نحن ينبغي أن ننتفع بها كمن تفعوا من درس رأوه قال الله عز وجل ربنا لا تُزِق قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا تقديم الدعاء بلفظ الجلالة النداء باسمٍ من أسماء الله جل جلاله لأنه لا يُدعى إلا الله والله عز وجل يُدعى باسمٍ من أسمائه أو بصفةٍ من صفاته وأعظمُ ما يكون الدعاء في حال الطلب والنعمة والحفظ والعطاء أن يُصدَّر بلفظِ الرب لأن الرب من الربوبية ومن التربية فالله عز وجل هو المُرَبِّي لعباده وما تتضمَّن وما يتضمَّنه هذا الإسم من معاني الرحمة والعطاء والكرم والجود فلما كانت حاجتُهم إلى عطاءٍ وإلى منَّةٍ وإلى رحمةٍ فلذلك صدَّروا دُعاءَهم بهذا الإسم الذي يفتحُ أبواب العطاء لما يتضمَّنه هذا الإسم من هذه المعاني من معاني التربية والعطاء والكرم والجود والفتح فإن لفظَ الربوبية يشملُ ذلك كله ويُوحي إلى تلك الأمور كلها فإذاً هذه واحدة أولًا أنهم صدَّروا الدُعاء بسم الله وليس بتقديم إذن النداء له جل جلاله بأنه هو المدعو وهو المخاطب لا غيره فهم قطعوا العلائق بكل من سواء فيما يريدون وما يطلبون ثم أنهم اختاروا من أسمائه ما فيه مدعاةٌ للقبول وهو اسمُ الرب الذي يتضمَّن معاني العطاء والفتح والكرم والتربية وهذا أليق ما يكون بحاجتهم ربنا ثم لاحِظوا مُباشَرَةً مُباشَرَةً ذَكَرُوا مَوْطِنَا الْإِشْكَال الذي ذَكَرَ الله عزَّ وجلَّ أنه سبب زيغ أولاء سبب انحراف أولائك وعدم قبولهم للحق والسُقُوط الذي وقعوا فيه وهو ماذا؟ مرض الزيغ فأولًا سلَّموا لربهم بتشخيص المُشكلة وبأن السبب فيما وقع فيه أولائك هو ماذا؟ مرض زيغ القلوب أدركوا أن هذه هي المُشكلة فمُباشَرةً ماذا؟ طلبوا من الله عزَّ وجل أن يعصِمَهم من هذه المُشكلة هذا المبدأ في التسليم وهذا المبدأ لأن أولئك القوم ظهر منهم شيء وما ظهر هو ظاهر السلوح لكن ما هو سبب؟ السبب الرئيس لما وقعوا فيه الله عزَّ وجل أخبر عنه فهم سلَّموا لله جلَّ جلالُه في ماذا؟ في الإخبار عن سبب الإشكال الذي وقع فيه أولئك القوم ومُباشرةً طلبوا من الله عزَّ وجل أن يَعْصِمَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ أن يَعْصِمَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ ونحن نقول هذا الموقف أليس ينبغي أن نتعلم منه وأن نفهم منه أن كل قضيةٍ في القرآن ذكرها الله عزَّ وجل وذكر لذلك المظهر سببًا أننا نسلِّم بأن ذلك الأمر سببه هو كذا أخبرنا الله عزَّ وجل في القرآن عن هزيمة أي أمةٍ وردَّ ذلك إلى أسباب وأخبرنا الله عزَّ وجل عن الغنى أو الفقر الفرح أو الحزن الاجتماع أو الافتراض وذكر لتلك الظواهر أسباب فهل نحن نقف مع تلك الأسباب ونسلِّم لربنا جلَّ جلاله أن تلك الأمور هي السبب الرئيس لتلك المظاهر فإن وقع فينا افتراقٌ بعد اجتماع وإن وقع فينا ذلةٌ بعد عزَّة وإن وقع فينا فقرٌ بعد غنًا وإن وقع فينا ألمٌ بعد فرح فهل نعود للقرآن وننظر إلى ما ذكر القرآن من أسباب ونسلِّم له فنعالج الأسباب فنرى هؤلاء كيف تعاملوا مع إخبار الرب جلَّ جلاله عن سبب إنحراف هؤلاء وعدم قبولهم للحق وأن السبب هو زيغ القلوب فلذلك طلبوا من الله عز وجل أن يحفظ قلوبهم فلا تزير وعلموا أن الأمر إنما هو ماذا؟ إصلاح الباطن وأعظم ما يُصلح في الباطن العقل والعقل مكانه القلب وهكذا أخبرنا القرآن بأن هذا العقل الذي مناطٌ به قضية التعقُّل والتفكُّر والتدبُّر وإدراك الأشياء وفقه الأمور مردُّه إلى العقل الذي جاء التعبير عنه بالقلب وإصلاح القلب إصلاح الكل وفساد القلب فساد الكل ومصداقه في قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مُضغَ إذا صلحت صلح الجسدُ كلُّه وإذا فسدت فسد الجسدُ كلُّه ألا وهي القلب فصلاح القلب صلاح الكل وفساد القلب فساد الكل فلذلك علموا أن الزيغ وصفٌ للقلوب والزيغ كما تبين لنا هو الميل عن الحق وهذا أمر مرتبط بالقلب حيث العقل ربنا لا تُزِغ قلوبنا فإن هذا الميل إنما يُعاقِبُ به الله قال الله عز وجل من يهدي الله فهو المهتدي ومن يُضلِل فلن تجد له وليًّا مُرشِدًا فأدركوا أن الأمر له والتوفيق بيديه جل جلاله والذي يعصم هو الله فلذلك ربنا لا تُزِغ قلوبنا ثم لاحظوا هنا أيضًا مما ذكره العلماء من الأدب العظيم في دُعاء في هذا الدُعاء وكيف كان الترتيب فمن الحكمة ومن عين الحكمة أنه عند السؤال يُقدَّم التطهير والتخلية على التحلية للتقريب من كان على جسده وسخًا وأراد أن يلبس لباسًا جديدًا فهل يلبس اللباس ثم يذهب يغسل ذلك الوسخ؟ أو يبتدِئ بماذا؟ بالغسل ثم اللباس فلذلك فلذلك الأمر الذي هو عين الحكمة أنه يُبدأ بالتطهير والتخلية ثم يُتبع بعد ذلك بالتحلية فهذا عين الحكمة وهذا ما فعلوه في الدُعاء ففي أمر التطهير لا تُزِغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لا تُزِغ قلوبنا عدم الزيغ هذا في التطهير في أمر التحلية الهُدى وهب لنا من لدنك رحمة فجاء ذكر التحلية بعد ذكر التطهير والتخلية وهذا عين الحكمة في الدُعاء وعين الحكمة في الأفعال وعين الحكمة في البناء لصلاح النفس وتزكيتها في الأمر ابتداء بالتطهير والتخلية ثم يتبعه بعد ذلك التحلية وهذا ما فعل هنا بهذا الترتيب ربنا لا تُزِغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا لا تُزِغ قلوبنا أيضًا بعد إذ هديتنا لطلب الصيانة من الزيغ انظروا أيضًا في الأدب الدُعاء الذي سلكوه أنهم اعترفوا بالعطاء الأول وأنه من الله فهو اعترافٌ بأن ما هم فيه من الهُدى ليس بذكاء عقوله وإنما هو منَّةٌ من الله وهذا مدعاةٌ لأن يُقبل دُعاؤهم الأمر إذن هو اعترافٌ بالعطاء الأول وأنه من الله عز وجل الثاني الثاني تثمين ذاك العطاء وأنه عظيم وأنهم عرفوا أن قيمته عالية لذلك هم يطلبون من الله أن يُثبِّته فيهم والإنسان لا يطلبُ تثبيتَ الشيء إلا إذا كان مُدرِكًا لقيمته ولا يخاف من فقده إلا إذا كان عارفًا لقدره والضرر الذي يلحقه إذا فقد ذاك الأمر فهم أظهروا لربهم أن النعمة بالهدى منه لا منهم وأنهم مثمِّنين لها وأنهم خائفين من فقدها وأنهم طلبوا أن يحميهم مما لا يُحِب وأن يُبقِيهم فيما يُحِب أن يحميهم مما لا يُحِب هو فالله لا يرضى الزيغ ولا يُحِب الزيغ ولا يُحِب أهل الزيغ والله يُحِب الهدى ويُحِب المُهتَدين فطلبوا أن يحميهم مما لا يُحِب وأن يُبقِيهم فيما يُحِب فلذلك قالوا لا تُزِغ قلوبنا إذن طلب أن يُخرِجهم مما لا يُحِب إذن بمعنى أن إرادتهم موافقة لإرادته وما يُحِب جل جلال وهذا معنى عظيم في استجلاب القبول لدعائهم عند الله سبحانه وتعالى ثم لاحِظوا أيضا ربنا لا تُزِغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فأنت الذي هديت وأعطيت وهب لنا وهب لنا الهِبَةُ العطاء بدون مُقابل وهذا والله هنا من الأدب العظيم في هذا الدعاء أليس الذي هُدِي سيكون بسبب تلك الهداية عملٌ صالحٌ من الجواب بلى سيكون وعندما سألوا الله لم يسألوه في العطاء عطاء الحق أي أعطِنا لأننا عَمِلْنَا وإنما اعطِنا لا لأننا عَمِلْنَا ولكن لأنك أنت الوهَّاب أنت أهلٌ أن تعطيه فأنت الوهَّاب وهذا من الأدب العظيم جدًّا في الدعاء فهنا قال العُلماء قالوا وهب لنا قالوا فالهِبَة هي العطاء بدون مُقابل ليس العطاء لأنك أعطيت وإنما الذي يهب فهو يُعطي بدون أن يكون هناك سبقٌ في العطاء أو طلبٌ في أن يُعطى بعد العطاء وإنما هو عطاء بدون أن يكون من الطرف الثاني أي مُقابلَ لا قبل ولا بعد فلذلك في دعائهم تأدَّبوا مع الله فالهداية هو الذي هدى فذكروها لأنه سيكون ذلك سببًا في قبول دعائهم ثم أرادوا أن يزيدهم فما قالوا أنت هديتنا فعملنا فاعطنا وإنما سكتوا عن عملهم وأبقوا ما أعطى الله عز وجل ثم الطلب لأنه هو الوهاب جل جلاله وهذا أيضًا من الأدب العظيم الذي أشار له العلماء في هذا الدعاء وهب لنا وهب لنا إذن اختيار هذه الكلمة وهب لنا الهبة كما تبين أنها العطيَّة المتبرَّع بها وأنهم سألوا بلفظ الهبَة المُشعِرَة بالتفضُّل والإحسان من الله عز وجل إليهم من غير سببٍ ومن دون عملٍ منهم فما أرادوا أن يعوِّلوا على عملهم وكأنهم يقولون أن عملنا لا يؤهلنا أن نطلب ولكن الذي يؤهلنا أن نطلب هو ماذا؟ أنك أنت الوهاب هذا اسمُك الوهاب وهذه صفة العطاء والكرم فلأنك الوهاب ولأنك الكريم فنحن نطلب منك رحمتك لا أننا نجعل ما قدَّمنا ثمناً لأن تعطيناه فهذا الأدب الذي كان منهم ولذلك كما قال العلماء قالوا سألوا بلفظ الهبَة المُشعِرَة بالتفضُّل والإحسان إليهم من غير سببٍ وَلَا عَمَلٍ وَلَا مُعَاوَضَةً ليس الطلب مُعَاوَضَةً لأن الهبَة كذلك تكون الهبَة تكون كذلك بدون مُعَاوَضَةً مع أنهم وهم يدعون قد قدَّموا من الأعمال الصالحة وهذا أدب ولذلك هذا الدعاء عندما ندعو به نحتاج أن نتفكر في هذه المعاني رتَّبنا كيف الدعاء صُدِّر بلفظُ الربوبية دون غيره ثم الإيمان لله جلَّ جلالُه بما ذكره من سبب المُشكِلَ الرَّئِيس سلَّموا بذلك البيان ثم كيف قُدِّم في الدعاء التطهير والتخلية ثم أُتبِع بالتحلية ثم رأينا كيف أنهم اعترفوا لربهم جلَّ جلالُه بأن ما هم فيه من الهُدى عطيَّةٌ من لا بذكاء عقولهم ثم كيف أنهم أرادوا في دعائهم أن يُدخِلوا أنفسهم فيما يُحِبُّ هو وأن يُخرِجوا أنفسهم مما لا يُحِبُّ هو جلَّ جلالُه أي أن إرادتهم موافِقةٌ تمامًا لما يُحِبُّ هو جلَّ جلالُه ثم استخدامهم في دعائهم لكلمة الهِبَة وهب لنا لأن الهِبَة التبرُّع المُشعِر بالتفضُّل والإحسان من غير سببٍّ ولا عملٍّ ولا معاوضة مع أنه لأثر الهُدى نتج عندهم عملٌ صالح ولكن مع ذلك كان اعتمادهم على أن الله من أسمائه الوهاب فلذلك اعتمدوا على ذلك وليس على ما قدَّموا من العمل إذن هذا أيضًا من الأدب الذي تضمَّنه هذا الدُّعاء وهب لنا لنا أيضًا أنهم طلبوا لأنفُسهم جميعًا من لدُنك من عندك لا من عند غيرك فلا تكون المنَّة إلا لك وحدك يا الله وأيضًا إيمان بأنه لا يملك ذلك إلا أن وهب لنا من لدُنك رحمة ونُكِّرت كلمة الرحمة لتدُل على تعظيم ما يطلبون وهب لنا من لدُنك رحمة والمقصود هنا نظر العُلماء إلى الظَّرف السابق والحال السابقة ولذلك كلٌّ من المُفسِّرين أظهر جانبًا بحسب ما توجَّه النظر إليه في طلب الأمان من العِبرة السابقة فمنهم من قال أن هؤلاء خوفهم وخشيتهم أن يكونوا وقعوا فيما وقع أولئك فيه ولو بالشيء القليل ولو أنه أصبح عندهم نواتُ ذلك الأمر وهو الزيق فقالوا المقصود هنا من لدُنك رحمة أي بمعنى اغفر لنا إن كان بدر منا شيء من ذلك الأمر الذي زاغ به أولئك القول واضح نظر إلى أنهم خافوا من ماذا من أن يكونوا وقع منهم شيء من مُقدِّمات الزيغ فطلبوا من الله أن يغفره لهم وأن لا يتمادوا فيه فيصلون إلى الحال الذي وصل إليه هؤلاء القوم هذا معنى ذكره بعض العُلماء ومنهم من قال من لدُنك رحمة نظر إلى أنهم نظروا إلى أنفسهم وإلى ما هداهم الله إليه من الالتزام بالمُحكمات وردِّ المُتشابهات إلى المُحكمات فالرحمة بمعنى التثبيت أي ثبِّتنا على ما هديتنا إليه من الطريقة الصحيحة في التعامل مع المُحكمات والمُتشابهات هذا معنى آخر ومنهم من قال وهب لنا من لدُنك رحمة أن ما أعطيتنا إياه من الهُدى الذي عرفنا به التعامل وأدركنا وأدركنا قيمة هذه النعمة مما رأينا في هؤلاء فزِدنا من نعمك وتفضَّل علينا بأمورٍ أخرى أيضًا نفقه فيها أمورنا في هذه الدنيا وهذا معنى ثالث ومنهم من قال وهب لنا من لدُنك رحمة أن نظر إلى النتيجة والمآل وهو الأجر والثواب وهب لنا من لدُنك رحمة أي أجرًا عظيمًا وثوابًا كبيرًا ولما كانت هذه المعاني كلُّها لا تُضاد مفهوم الرحمة والعطاء إذن لا مانع أن يكون ذلك كلُّه مُرادًا سواءً الأول العفو والمغفر إن كان بدر منا شيء أو التثبيت على ذاك الطريق الذي هديتنا إليه ولم نكن كهؤلاء أو طلب الزيادة والعطاء في أمور الهدى والفتح أو في طلب الأجر والمثوبة على هذا الأمر وهب لنا من لدُنك رحمة فإذن طلبوا الدوام على الهدى أولًا طلبوا العفو إن حصل النقص والدوام على الهدى والاستزادة منها وتعظيم الأجر عند الله عز وجل على ما هدى وأعطاء فهذا كلُّه يعني إذا جمعناه فندرك عظم هذا الدُعاء عظم هذا الدُعاء وما تضمَّن من المعاني وهب لنا من لدُنك رحمة إنك أنت الوهاب هذا كالتعليل لقولهم وهب لنا لماذا دعوا ربهم بأن يهب لهم التعليل ما هو؟ لأنك أنت الوهاب لأنك أنت الوهاب كما يقول علماء كما تذهب إلى الشخص وتقول له حل لي هذه المشكلة طيب ليش؟ لأنك أنت العالم بهذه المشكلة وتذهب إلى الطبيب وتقول عالج لي هذا المرض طيب لماذا؟ لأنك أنت عالم بهذا المرض ولله المثل الأعلى فلذلك هنا طلبهم وهب لنا التعليل ما هو؟ لأنك أنت الوهاب أنت يا ربنا أظهرت لنا من أسمائك الحسنى هذا الاسم العظيم الوهاب الذي يُعقِي الذي يهب من غير معاوضة ومن غير مقدمة ولذلك سبحان الله لما كان معروف الرب على العبد لما كان معروف الرب على العبد قبل حصول التعبد من العبد لربه فكان أول واجب على العبد شكر المنعم شكر المنعم أول واجب على العبد لأن إنعامه سابق لعملك إنعام الإيجاد أليس سابق لعملك؟ فلذا أول واجب على العبد أن يشكر المنعم وهذا أعظم ما ينبغي أن يكون توجه التربية والإصلاح لنفس الإنسان أن تكون بوابته تعريفه بنعم الله عز وجل عليه وأن يُستخرج منه أن تُعرض النعم عليه ليكون استخراج الشكر منه كردة فعل للعلم بنعمة الله عز وجل عليه هذا أعظم ما يكون في تربية النفس وهذا واجب الوالدين وواجب الأم على وجه الخصوص أن يكون أول ما يتعلم عليه هذا المولود وهو يترقى في مراحل التمييز أن يُربط كل ما يبدأ يُدركه من الأشياء مما يُحِب أو يخاف فيُربط الإحسان والمحبوب منها بعطاء الله والمخوف الظَّار بأن الذي يُذهبه هو الله فالحفيظ هو الله والذي يحفظ هو الله والذي يُعطي هو الله فتُصبح كلمة الله والرب هي أجمل كلمة يترقى هذا الإنسان في مراحل نموه أجمل كلمة يسمعها هي كلمة الله والرب وكم يُقصِّر الآباء والأمهات في ذلك كم نُقصِّر في أن نُربي من تحت ولايتنا على هذه الطريقة القرآنية التي يتربَّى فيها الإنسان وهو يُدرك من يقوم على تربيته أن أول واجب على العبد شكر المنعم فكيف فعلا نستنطق هذا الشكر من هذا الإنسان ليكون أول ما يخرج منه في هذه الدنيا أن يشكر الله جل جلاله وأن كلمة الله تعني له العطاء وتعني له النعمة وتعني له الحفظ تعني له الزيادة من المحبوب تعني له الدفع للمكروه لكن عندما نغفل عن هذا الأصل فإذا ما كبر الإنسان ولم يتربَّى على ذلك فإذا ما بدأ ينحرف نتشكَّ فلذلك هذا الأمر العظيم ونجد هنا سبحان الله هذا الربط الدقيق الذي أشار له العلماء هب لنا إنك أنت الوهاب هب لنا إذن إنك أنت الوهاب هذا التعليل لقولهم وهب لنا هذا الدعاء ما هو أثره على النبي صلى الله عليه وسلم كان يُكثِر في دعائه صلى الله عليه وسلم يا مُقَلِّبَ القلوب ثبِّت قلبي على دينك ربنا لا تُزِق قلوبنا بعد إذ هديتنا كان يُكثِر من هذا الدعاء وجاء عن الصديق صديق الأمة رضي الله عنه أبو بكر أنه بعد أن تولَّى الخلافة وحصل ما حصل من ارتداد قبائل من قبائل العرب زاغت قلوبه فكان مما نُقِل عنه أن أحد التابعين أن الصنابح صلى معه المغرب يقول فعندما قرأ في الركعة الأخيرة الفاتحة قرأ هذه الآية وكأنه يتأول واقع ما حصل في الناس فلذلك يخاف على نفسه أن يزيغ فلذلك كان يقرأ هذه الآية طلبًا من الله عز وجل أن يُثبِّت قلبه وما أحوَجَنا والإنسان يرى في هذه الأزمان الفتن وهي تجتاح فئام من الناس وتعبث بفئام من الناس وكم من الناس لا تجد له موقفًا ثابتًا تعبث به الفتن والكلمات من أصحاب الشهوات والشُّبُهات فالحاجة إلى ماذا؟ أن يتكرَّر الدُّعاء وهنا سؤال كم من مرةٍ تذكرنا هذا الدُّعاء كلَّما رأينا لإنسانٍ تقلَّب موقفه وكلَّما رأينا الشُّبُهات وهي تُطِلُّ برأسها فهل وجدنا أنّا ونحن نقرأ القرآن رجعنا إلى هذه الآية ودعونا الله عز وجل بها وهل استحضرنا قيمة الهُدى الذي أكرم الله عز وجل به الإنسان فلذلك هذه الآية عظيمة والحاجة إليها كبير والأدب فيها جليل فلذلك تلك الآداب كلَّما استحضرها الإنسان وهو يُكرِّر هذا الدُّعاء ويستحضر تلك المعاني فسيكون لها من الأثر الكبير في قبول الدُّعاء وفي أن يتحصَّل الإنسان على أعظم ما يكون النفع بهذه الكلمات إذا استحضر تلك المعاني الجليل العظيمة التي ذكرها أهل العلم وهم يتدبَّرون آيات القرآن إذن بعد أن حُكيَّ ذاك الأمر الذي فيه العِبرة جاء بعده هذا الدُّعاء فإذن لا ننسى مكانة الدُّعاء ثم تلك المفاهيم والمعاني التي تضمَّنها هذا الدُّعاء العظيم بعد ذاك الحدث الكبير الذي أثر على نفوس الصحابة رضوان الله عليهم ولكنهم أخذوا منه العِبرة وكان أعظم نتيجة في ذلك الاعتبار وما تبعه من ذلك الدُّعاء العظيم أسأل الله جل جلاله ألا يُزِق قلوبنا وأن يُثبِّتنا على الهُدى والحق حتى نلقى وأن يرحمنا برحمته وأن يهب لنا من رحمته فإنه هو الوهاب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موسيقى موسيقى شكرا